بونجورا توس جسفاك بوزالي توس بيان الاغ في هاد الافيديو رح نتعرفو على السبب اللي خلى المتحصل على المرطبة الهولة في شهادة الباكالوريا لسنة الفين وعشرين يختار الدراسة في المدرسة العليا للإعلام الآلي دون غيره من التخصصات الأخرى يعني من المعروف أول ما يفكر فيه أي طالب ليتحصل على شهادة الباكالوريا بامتياز هو إحدى الفروع الطبية الطب صيدلة طبيب أسنان حتى طيران ومحروقات إلى غير ذلك لذا في هذا الفيديو رح نشوف الفضاء الواسح اللي يتميز به فرع الإعلام الآلي ومكانته عالميا والتكوين في هذا المجال أيضا وفرص العمل فيه بعد التخرج قبل البدء في الفيديو عليكم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى تصيلكم فيديوهات جديدة إذن أول شيء المتحصل على المرتبة الأولى في شهادة الباكالوريا هو ممتاز ويتقن مادة الرياضيات يعني قبل ما تكون عالم حسوب يجب عليك أولا أن تكون رياضياتي لأن فرع الإعلام الآلي أو علم الحسوب يتطلب إتقان جميع النظريات الرياضية لحل المشكلات ومعالجة البيانات باستخدام الحسوب وكل من يختار علم الحسوب أو الإعلام الآلي ومن ثم يمتهن علم الحسوب أو الإعلام الآلي هو شخص مميز لأنه بطبيعة الحال لعنده الكثير من المعارات والمعارف لتأهله للعمل في عدة وظائف تقنية مستقبلا يعني أنه التلب عليها رح يكون كبير في عدة مجالات وظيفية لأن هذا العلم هو من العلوم الحيوية بحيث لا يمكن الاستغناء عنه في أغلب التخصصات والوظائف وفضاء الإعلام الآلي هو واسع جدا متعلق بتكنولوجيات الحسوب منها نظريات في الإعلام الآلي أو الحسوب يعني نقول الإعلام الآلي هو متعلق بالحسوب دائما لا غير وأيضا هو مجال نظم الشبكات وتكامل البرمجيات ولغات البرمجة وعلوم الشبكات بالإضافة إلى الرياضيات والفيزياء والجبر والتفاضل والتكامل كل هذا يفتح للدارس مستقبل مميز فتخصص الإعلام الآلي هو ليس بالعادي هو خارق للعادة في حقيقة الأمر ووظائفه تقنية مثل برمجة الأنظمة تحليل البيانات وهندسة البرمجيات تحليل النظم وحماية وتأمين أنظمة وقواعد البيانات من الاختراق ومن القرصنة كما تلاحظون أن دراسة الإعلام الآلي يعطي للطالب قدرات تحليلية وإبداعية تخليه يعرف يتعامل جيدا مع المشكلات وحلها بطرق مبتخرة تعتمد على البرمجة إذن المتحصل على المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا سوف يدرس كما طلب حسب رغبته في المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي يعني أنه يدرس ويتحصل بعد تخرجه على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو في علم الحسوب بنفس المصطلح إذن هذا بعد تكوين مدته خمس سنوات بطبيعة الحال سنتان تحضيريتان وفرع جذع مشترك يعني سنة أخرى فرع جذع مشترك وإثنان للتخصص ثم يتحصل على شهادة الدكتورة إذا تطلب الأمر وهذه المدرسة هي مؤسسة جامعية تحت وسائط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري فيها ثلاث تخصصات نظم معلومات أنظمة الإعلام الآلي وهندسة البرمجيات إذن ما هو الشيء الذي يميز الإعلام الآلي اللي يدرسوا في المدرسة العليا على اللي يدرسوا في مراكز التكوين أو لسندخ دي فرماسيو اللي يدرسوا أيضا في الجامعة الاختلاف هو في التكوين كاين تكوين معمق ميداني وكاين تكوين نظري بالفعل أنهم يدرسوا كلهم الجبر والهندسة والخوارزينيات أما مراكز التكوين يركزوا في التكوين على المكتبيات الإكسيل، باوربونت والويرد أما المدرسة تركز على هندسة الحاسوب والكهرباء والإلكترونيك خوارزميات، الملفات، البصريات، أوبتيك، الشبكات المعلوماتية طرق تصميم من نظم المعلومات ويعني من الحاسوب وبرنامج الحاسوب إذن التطبيق على الحاسوب هو العام المهم في التحكم في ميدان الإعلام الآلي وبرمجيات الحاسوب والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن بعد بالرغم أن من أكبر العيوب في دراسة الإعلام الآلي بالمدرسة العليا هو دراسته باللغة الفرنسية لأن الرسائل اللي يرسلها الحاسوب في حالة عطب يعني مثلا مثلا عندما يكون العرب تالف أو أنه سيهلك تصل رسالة هذه الرسالة باللغة الإنجليزية فهذا يشكل عائق أمام مهندس الإعلام الآلي في حالة تلقيه هذا الميساج لأنه ما تكونش في حق الأمر باللغة الإنجليزية والأعمال التطبيقية درسها باللغة الفرنسية إذن هذا ما لم يكن في الحسبان وهذا ما جعلنا بيغة الجزائر الحائز على المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا يطلب الدراسة في الخارج للتحكم في تكنولوجيات العالم والدراسة بعمق أيضا للتحكم في نظم الحاسوب بعد دراسته بلغة العالم الإنجليزية الموافقة للبرمجة إذن معدل القبول للمدرسة العليا في الإعلام الآلي هو خمسة عشر فما فوق والطلبة اللي تحصتوا على معدل خمسة عشر فهم من بين الممتازين اللي خيروا حسب رغبتهم هذا التخصص ومادة الرياضيات هي المادة المفضلة لديهم بطبيعة الحال الشيء اللي خلاهم يندفعوا تجاه هذا التخصص الحيوي خاصة وأن من شروط الالتحاق بهذا التخصص هو الحصول على علامة أربعة عشر فما فوق بجمع مادة الرياضيات زائد الفيزياء معا بالنسبة لشعبة الرياضيات كأولوية أولى للقبول أما بالنسبة لشعبة العلوم التجربية يشترط علامة خمسة عشر فما فوق في مادة الرياضيات والفيزياء معا وخلاصة الكلام أن ميدان الإعلام الآلي له مستقبل وظيفي كبير يعني فرص عمل كبيرة في العالم يعني ليس محليا فقط وإنما عالميا أيضا لأنه أصبح عالم رقمي العالم أصبح عالم رقمي في شركات الاستثمار للتكنولوجيا الرقمية خاصة وأن فرص عمل خريجي المدرسة العليا بطبيعة الحال تكون في وزارة الإعلام والاتصال كذلك وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وبوزارة الداخلية أيضا بمكتب الإعلام والاتصال إذن فالمنصب مضمون منذ بداية الدراسة حسب الاتفاقية في هذه الهيئات العليا للمدرسة العليا خاصة في مجال حماية الحسوب من الاختراق والقرصنة نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو حول تخصص الإعلام الآلي وفرص عملي ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تصلكم فيديوها الجديدة في ذات السياق وحفظ موفق لجميع شكرا